بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنستكمل كورس الحساب السريع. وهناخد ان شاء الله تطبيقات على العام المساعد الصغير. ان شاء الله هنكمل الكورس مع بعض بس هي هراجع بسرعة كده على السريع. عشان الناس اللي كانت اول مرة تتبعنا برضو ده ما يغنيش ان انت لا تنتحضر الحلقات اللي فاتة. احنا اتفاقنا ببساطة الكورس ده عبارة ان انا بحول ايد الطفل الصغية اللي من سن خمس سنين لسن تمان سنين بحولها من اخيرها عشرة لتسعة وتسعين. لاخرها كام? تسعة وتسعين. ايه الكلام ده ازاي? بكل بساطة. انا ايد اليمين لو قفلت? اليمين دي عبارة عن ايه? الاحال. الشمال عبارة عن العشرات. لو قفلت ايد كده ده معناه صفر. معناه صفر. ابدأ من السبابة كده واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب. يعني كل واحد من دول بواحد. واحد اتنين تلاتة اربعة. طب وده بكام الواحده. ده الواحده بخمسة. ده الواحده بخمسة. ازا ايه دي بتاعة الاحدة تحولت لتسعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كده تسعة وخمصنا من الاحد ندخل على العشرات. بكل بساطة. هنا كان واحد يبقى هنا كان عشرة عشرين وكده تلاتين وكده اربعين. كده دول اربعين يعني كل واحد فيهم بكام. كل واحد فيهم بعشرة. كل واحد بعشرة. فبهنا كان ده بخمسة. بقى هنا بكام بخمسين. اصبح معاك تسعة وتسعين. كده انا حولت ايد الطفل من تسعة من عشرة لتسعة وتسعين. ببساطة وبطريقة جميلة جدا جدا. ولو استعملتوها مع الطلبة بتحكم. او لو اولياء لهم واستعملوها مع اولادهم. طريقة ممتازة جدا جدا. هتخلي ابنك سن خمس ست سنين. يقدر يحل مسائل زي دي بسهولة جدا في اقل من عشر سوا. طيب تعالوا نبدأ. اخذنا المرة الفاتتة العامل لمساعد الصغير. وقلنا بكل بساطة ايه هو العامل المساعد الصغير? انت لو احتاجت مثلا عدد معين ومش موجود بتلجئ العامل المساعد. مسلا على سبيل المساعد. انا محتاج لاربعاه. دايما العامل المساعد الصغير هو الخمسة. هو الخمسة. انا مسلا عايز اربع صاحب لو مش موجودين. يبقى همشي واحد هجيب العامل المساعد بتاعه هو الواحد. يمشي الواحد وتخش بكامة الخمسة. مش فاهمين اي حاجة يا استاذ. مش فاهمين حاجة. ايه الكلام اللي انت بتقولي ده. لو انت اخضطت الحلقة اللي فاتت يبقى بالنسبة لك ده ساعة. لو ما اخضطتش الحلقة اللي فاتت برضو هيبقى بالنسبة لك ساعة لما نبدأ حل الامس. ازاي? عايزك تعرف ان الاربعة بيساعدها الواحد. التلاتة بتساعدها الاتنين. الاتنين بتساعدها التلاتة. الواحد بيساعد الاربعة. يعني بكل بساطة. يعني كمل الخمسة. لو لو اربعة كمل الخمسة فاضل كم عشان تصل الخمسة فاضل واحد. يبقى الاربعة ساعد الوحد. التلاتة التلاتة بتساعدها الاتنين. كمل الخمسة. وهكذا. تمام يا شباب? يبقى بكل بساطة الواحد بتساعده الاربعة. اتنين بتساعدها التلاتة. تلاتة بتساعدها الاتنين. اربعة بتساعد الواحد. يعني بتكمل العدد خمسة. تمام? العام المساعد انك بتكمل العدد خمسة. طيب يا استاذ. تعالوا نبدأ حل المساع. انت بتقول لي اربعة زايد تلاتة. اربعة زايد تلاتة. احيل ايدي ازايت بكل بساطة. ايد اليمين اهيه? كله ده عبارة عن احد. يبقى اتلReالي 4. واحد اتنين وثلاثة اربعة. طيب. زاق تلاتة. انا ما عندش تلاتة. وفيش صابح تانية في الاحد. فين التلاتة اجيبها ازاي? يبقى هالجأ للعامل المساعد. مين مساعد التلاتة؟ الاتنين. يبقى التنين تمشي? التنين تمشي. Percy لعامل يمشي وتطلع بكانه الخمسة. بس كده. كل بساطة. العمل المساعد يمشي وتطلع بكانه الخمسة. وتطلع بكانه الخمسة. انا كنت عايز ثلاثة من الاول اللي هو احناس ايه? اللي جاية جديد. اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب زائد ثلاثة. ما عنديش ثلاثة اجيبها ازاي? العمل المساعد التارثة مين? الاتنين. يبقى ماشي الاتنين وطلع خمسة. اصبح ناتج كام? خمسة ستة سبعة. يبقى اربعة زائد تاتة كام? سبعة وكيد كلكم عارفينها طبعا بسيطة وسهلا هيبقى الناتج بتاعك سبعة. طيب نيجي المسألة اكبر شوية. بيقول لي واحد زائد اربعة نقص خمسة زائد تلاتة نقص اتنين زائد اربعة. احلها بكل بساطة. تعال ان نبدأ. واحد اهو زائد اربعة. طب يا استاذ ما عنديش اربعة ده لان عندي واحد اتنين تلاتة. وده بخمسة مش هينفع. ده الواحده بخمسة مش هينفع. اخده بواحد. انا عايز اربعة اجيب زائد الاربعة. مين بيساعد الاربعة? الواحد. يبقى الواحد يمشي وتطلع بكانه خمسة. بتطلع بكانه ايه? خمسة. نقص خمسة. يبقى نقص خمسة ما ده الواحده بخمسة. نقص خمسة انا هشين خمسة. زائد تلاتة طلع تلاتة واحد. اتنى, تلاتة. نقص اتنين. انزل باتنين. شيل اتنين. شين نا اتنين. زائد ارباة. طب يستث لا عنديش الارباة. واحد. اتنين تلاتة. مين يساعد لارباة? اللي ساعدها الواحد. امشي يا واحد. وطلع يخانسة. اصبح الناتج بتاعك. خمسة. اصبح الناتج بتاع المسألة دي خمسة. طيب, يبقى الناتج جهة? بخمسة. طيب اخش على المسألة اللي بعدين. والله يا استاذ ازاي الطالب عنده خمس يحلي مسألة دي. والله هيحلها لو فيهم بتاع الحساب السريع باستخدام اصابع اليد. هيبعى بالنسبة له ايه? الامر سهل ويحل مسألة دي بسولة جدا. طيب بقول لك اتنين واربعين زي تاتة بتلاتين نقص خمسين نقص خمسلاش وزي تاتة عشر. هل حلها ازاي? والله سهلة جدا. تبع القواعد. الاحاد والعشرات. انت عندك الاحاد اتنين واربعين. الاحاد ثلاثة في الحد. انا عندك غير سابعين بس زيدين معايا. ما عندك غير سابعين. انا عايز ثلاثة. مين يساعد الثلاثة? والله اللي ساعد الثلاثة يكمل الخمسة. يساعد الثلاثة الاتنين. يبقى امشي اتنين واطلع يا خمسة. تمام? طب اعايز ثلاثة في العشرات يا استاذ. انا عايز ثلاثة في العشرات. مفيش ثلاثة. مفيش. مين يساعد الثلاثة الاتنين. يبقى امشي اتنين واطلع ايا خمس. تمام يا شباب? يبقى امشي على حد امشي. ناقص خمسين. يبقى اناقص خمسين. اهو. الخمسين الصبع ده. انزلي خمسين. ناقص خمستاشر. خمستاشر عبارة عن ايه? خمسة احد. امشي. وكام? عشر عشرات واحد في العشرات مع السلامة. كده اصبح معي ده. زي التلاتة وعشرين. يعني التلاتة على احد. واحد اتنين 3. كام 10 اتنين? واحد اتنين. اصبح الناتج كام عد كده? عشرة عشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين. تلاتة وثلاتين. اصبح الناتج بتاعك تلاتة وتلاتين. الناتج بتاعي ده تلاتة وتلاتين. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها لو قال لي اربعة وعشرون زائد اربعة وعشرين نقص خمستاشر زائد خمسة وربعين. نحلها ازاي. والله طفل ايه حلها. طفل خمسة وتون. الحمدلله ب Κاب staد الطلبة بتوها باسم منه ما شاء الله يعني استكارة سريعة جدا. طيب اربعة وعشرين زائد اربعة وربعين نقص خمستاشر زائد اربعة وخمسة وربعين. هل لحة زي? سهلة. يلا اشتغل. اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب. كم عشرات? اتنين واحد اتنين. طيب زائد اربعة وربعين. طب انا عاز اربعة احد يا استاذ ما فيش اربعة ما فيش اربعة. هروح للمساعد. من ساعد الاربعة? الواحد. امشي يا واحد واطلع يا خمس. تمام يا شباب? عاز اربعة عشرات. ما فيش اربعة عشرات. مين ساعد الاربعة? الواحد. امشي يا واحد اطلع يا خمس. تمام? نقص. خمستاشر. يبقى نشيل خمستاشر. يلا نشيل خمستاشر. الخمستاشر عبارة عن ايه? خمسة احد. اهل خمسة احد. امشي. وكم عشرات? واحد عشرات. امشي. يبقى زائد. خمسة وربعين. خمسة وربعين. خمسة احد. اهل خمسة احد. واربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. كده اصبح النافج كان بتاعك عد. كده دلوا واحدهم تسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين تمانية وتسعين. تمام? يبقى النافج تمانية وتسعين. هما يا شباب احنا انتفقنا ان ايدي بتاعة العشارات بتسعين ودي بتسعة. ايدي بتسعة. طب انا عندها داك التسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين تمانية وتسعين. يبقى النافج بتاع المسألة دي كام شباب تمانية وتسعين. مسألة سهلة وجميلة جدا وبسيطة جدا جدا. اخر مسائل. يا ريت يا ريت يا ريت وانت بتتابع الكورس تكتب المسائل انت عشان هي تعود نفسك على الحل. ما تحاولش تجيب مسائل تاني عشان احنا لسه في قاعدة معنا تاني. اسمها قاعدة العامل المساعد الكبير. يا ريت ما تحلش مسائل المسائل اللي انا بكتبها. عود نفسك عليها وعود ابنك عليها. ما تحلش حاجتان. طيب بعد كده بيقول لحد عشر زاد اربعة وتلاتين زاد اتنين وخمسين نقص خمسة الخمسين زاد طلب ناشر. احلها ازاي? سهلة وبسيطة. استخدم القاعد بتاعتك. يلا معي احد كم? احد واحد. اهو. عشرت كم? عشرت واحد. اهو. زاد? اربعة وثلاثين. كم احد? اربعة. طب انا عندش اربعة عندش غر ثلاثة بس. نكونش داعي افداء. داخل بخمسة مش بواحد. انا عايز? عايز كم? انا عايز اربعة. مفيش اربعة. فيش غر واحد اتنين تلاتة. في شغل واحد اتنين تلاتة. عايز الواحد. مين يساعد الاربعة? الواحد. يبقى تمشي يا واحد واطلع يا خمسة. طيب. عايز كم عشرات? عايز تلاتة. واحد اتنين تلاتة موجودة. زي اتنين وخمسين. يبقى انت عايز اتنين احد. واحد اتنين. عايز كم عشراتة? عايز خمسة. اهي الخمسة الواحدين هنقصه بعدها. ناقص خمسة وخمسين. يبقى عايز واحد عشرات. ما فيش واحد عشرات. من يساعد الواحد? يساعد الواحد الاربعة. تمشي الاربعة وتطلع الاخمسة. اصبح ناتج كم? خمسة وخمسين. لان الصوب بعدها بخمسة وصوب بعدها بخمسين. يبقى خمسة وخمسين. يبقى الناتج بتاع المسألة دي كم? خمسة وخمسين. طبعا اسئلة بسيطة جدا وسهلة جدا جدا. لو تعودت نفسك وعرفت القواعد كويس وعرفت تشتغل كويس. وعلمت ابنك ازاي يستخدم لصابع بتاعته. خلاص كده كل ده بالنسبة له ان شاء الله سات. ويا ريت لو ما اتبحتش الكورس من الاول تابعوا من الاول عشان تبدأ صح وتتعلم او تعلم ابنك صح. وبكده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا وان شاء الله استنونا الحلقة بجاية بازن الله والعامل المساعد الكبير وتقريبا العامل المساعدة ان شاء الله هيكون اخر حاجة في كورس الجامب. وان شاء الله استنونا بازن الله في كورسات تانية كدير. التانية كتير انا وليد اسري من قناة رياضيات اونلاين. بس ما تنساك تشترك في القناة وتفاعل زر القرص وتدعمني بلايك وتصلي على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.